ونبقى بالأجواء الإيطالية وإنما مع فيلم هاوس أوف جوتي والمتوقع أنه ينزل في السينمات بشهر نوفمبر من هالعام وأطول الشهور الماضية الكثير شاف الصور الخاصة بليدي جاكا اللي انتشرت من كواريس التصوير واللي انطلق في فبراير الماضي في عدة مدن بإيطاليا وهالفيلم اللي تم الانتهاء من تصويره مؤخرا يتكلم عن قصة مقتل موريزيو جوتي حفيد مؤسس علامة جوتي جوتيو جوتي بتخطيط من زوجة السابقة فاتريزي ريجاني بعد زواج دام حوالي 12 سنة وعشان هالقصة المخرج ريدلي سكوت جمع عدد كبير من النجوم مثل ليدي جاكا آدم درايفر جارد لتو ألفا تشينو وأسال محايك تفاصيل أكثر عنها الفيلم في تراكيك سوري نمبر 2 أحساب جوتي بيقلت مدينة في 2021 تفاصيل جدا عندما نرى ترى الدرايفر ومدينة درايفر ومدينة درسيو جوتي ومدينة درايفر أعتقد أنهم بمجرد مجرد 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 ورد مجرد 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 بلاد من عجلها تجمعها بأس الناس والفترة الزمنية اللي بيرجعنا لها أحداث الفيلم هو عام 1995 بعد قتل زوجها بعد ما اتخلى عنها وتزوج من سيدة شابة فيتم الحكم عليها بالسجن 18 سنة ويطلق صراحة عام 2016 موسيقى وليلي جاغا اللي تلعب دور باتريتيا الكثيرين منتظار اداءها خاصة بعد ما اثبتت نفسها كممثلة بفيلم A Star Is Born اللي تم ترشيح الاثمان جوائز اسكار والملفت ان فاتريزيا الملقبة بالارمل السوداء اثنت على اختيار جاغا لتأدية دورها ولكنها تحولت لحديث الصحافة مؤخرا بعد ما اعربت بمقابلة عن السيئها من عدم محاولة جاغا لقاءها والمميز ايضا اختيار ادم درايفر لتجسيد شخصية موريزيو اذ ظهر بلوك وازياء غيرت الكثير من ملامحة والصعوبة بالتعرف على الممثلين ايضا طالد جاريد لتو فهو يأدي دور باولو كوتي نائب الرئيس والمدير الاداري لمحلات كوتي اما البتشينو فالجمهور متحمس لمشاركة بها الفيلم بشخصية ألدو غوتي الابن البكر لغوتيو غوتي والرئيس السابق لغوتي ولكن اثار الجدل بمظهره بعدما انتغذت عائلة غوتي ووصفته بالبديل القصير والقبيح جدا وشخصية البتشينو دائما تطغى على اي عمل يشارك فيه مهما كان حجم دوره فكيف إذا يشارك بدور اساسي بفيلم حول جريمة قتل في ايطاليا فتقدرون تتوقعون اداءه اما بخصوص ليدي جاقا فجمهورة حط امال كبيرة على اداءه بهالفيلم اللي يمكن يوصل لجوائز عالمية وعلى ذكر الجوائز فليدي جاقا حازت مؤخرا على جائزة افضل جولة غنائية عن فئة البوب ضمن بولستار اوورد وبما ان العام الماضي وهالعام ما كان فيه جولات غنائية للنجوم بسبب اوضاع كورونا قررت ادارة الجائزة اتكرم النجوم اللي قدموا انجح الجولات خلال العقد الماضي وايضا تم تكريم النجوم والمدراء التنفيذيين اللي ابتكروا اساليب جديدة لتقديم الحفلات خلال الحظر وايضا اللي اقاموا حفلات بهدف خيري